يا ليت العام بأكمله رمضان كي يصبح أجمل نتلو آياتك يا ربي وبعفو الباري نتودد صوم وصلاة وقيام وقلوب عباد لا تغفل تمضي الليالي كالخيالي أهلا بكم في الحادي عشر من رمضان ونقدم لكم مجموعة من الأحداث التي وقعت في هذا اليوم في الحادي عشر من رمضان للعام الثالث الهجري تزوج الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالسيدة زينب بنت خزيمة الملقبة بأم المساكين وفي الحادي عشر من رمضان للعام الثاني عشر هجريا قيصر الروم هرقل يجمع أهل حمص ومن بها من أشراف الروم ومن كان على دينه من العرب يحرضهم على قتال المسلمين ذلك بعد أن وجه إليه خليفة المسلمين أبو بكر الصديق أربعة جيوش بقيادة يزيد بن أبي سفيان وأبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ثم رحل هرقل إلى أنطاكيا فأقام بها واتخذها مقرا له وأرسل إلى القسطنطينية يطلب سرعة موافاته بالمدد للتصدي لقوات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضع وفي الحد عشر من رمضان لعام مئة وتسعة وعشرين للهجرة ظهور دعوة بان العباس في خرسان بقيادة أبي مسلم الخرساني وفي الحد عشر من رمضان لعام مئتين وثلاثة وعشرين للهجرة الخليفة العباسي أبو الفضل جعفر المتوكل على الله يصدر قرارا بتوليه ابنه محمد المنتصر شؤون الحجاز واليمن والطائف وفي اليوم ذاته الحد عشر من رمضان لكن في عام مغير تحديدا في عام مئتين وثنين وخمسين للهجرة وقوع معركة في بغداد بين الجنود وأصحاب محمد بن عبد الله بن طاهر وأيضا في الحد عشر من رمضان لعام أربعمائة وخمسة وتسعين للهجرة تأسيس مدينة الحلة على يد سيف الدولة الأمير صدقة ابن منصور ابن تبيس ابن علي ابن مزيد الأسدية وفي اليوم ذاته الحد عشر من رمضان لعام ستمات وخمسة وخمسين للهجرة هلاكو خان يبعث برسالة إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله يدعوه للاستسلام والخضوع والحضور لحضرته وإعلان ذلك أما عن الموليد ففي الحد عشر من رمضان لعام ألف وثلاثمائة واربعة وخمسين ولد هشام جعيط كاتب ومؤرخ ومفكر تونسي وفي الحد عشر من رمضان عام الف وثلاثمائة وستة وتسعين حديثا ولد هم شاري العفاسي قارئ للقرآن الكريم ومنشد إسلامي كويتي أما عن الوفايات ففي الحد عشر من رمضان لعام خمسة وتسعين للهجرة توفي سعيد بن جبير إمام حافظ تابعي وحباشي الأصل وفي اليوم ذاته الحد عشر من رمضان لكن بعد عدة قرون زمنية تحديدا في العام ستمائة واربعة وعشرين للهجرة جانكيس خان مؤسس الإمبراطورية الماغولية شهد هذا اليوم وفاته وفي الحد عشر من رمضان لعام سبعمائة واربعة وستين للهجرة توفي ابن شاكر الكتبي مؤرخ وكاتب مسلم وفي الحد عشر من رمضان لعام ثمانمائة واثنين واربعين للهجرة توفي شمس الدين البساطي قاضي قضاة مسلم مسلم الديانة الآن نلقاكم أيها السادة مرة أخرى دمتم للقلب قلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة